الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتناول في هذا اللقاء إكمالا لما بدأناه إثبات إعجاز القرآن الكريم وبيان مراحل تحدي العرب بالقرآن الكريم هذه مسألة تكلم عنها العلماء وذكروا أن القرآن الكريم لما تحدى العرب تحداهم على مراحل وكل هذا بأجل إثبات عجزهم وعدم قدرتهم على الإتيان بمثل هذا القرآن وقد تكلم عن هذا الشيخ مناع القطان في قوله فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى العرب بالقرآن على ثلاث مراحل أو على مراحل ثلاث فتحداهم بالقرآن كله في أسلوب عام يتناولهم ويتناول غيرهم من الإنس والجن تحديا يظهر على طاقتهم مجتمعين بقوله تعالى قل لأن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وردت هذه الآية في سورة مكية وهي سورة الإسراء يقول الله لنبيه قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لأن اجتمعت قسم لأن اجتمعت الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهرا والمقصود بالقرآن ما نزل وقتها ثم يطلب بعد ذلك على القرآن كله فهذا تحدي بالقرآن كله ومثله ما جاء في سورة الطور السورة المكية أم يقولون تقوله أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون هو تقوله تقولون أنتم هو تقول وأتى به من عنده طيب فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فهذا تحدي فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين طبعا عجزوا لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله فقال المؤلف ثم تحداهم بعشر سور منه أقل ما استطاعوا أن يأتوا بمثله كله فليأتوا بعشر سور منه كما في سورة هود في قول الله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون في سورة هوت فتحداهم بعشر سور منه ما استطاعوا ولم يثبت أنهم حاولوا لأنهم لا يستطيعون لا يمكن أن يأتوا بمثله فحصل نوع من النزول في التحدي إلى سورة ثم تحداهم بسورة واحدة منه في قوله تعالى أم يقولون افتره قل فأتوا بسورة مثله في سورة يونس ويمكية وكرر هذا التحدي بسورة البقرة وهي سورة مدنية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعو شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين كل هذه المراحل لم يثبت ولم يعرف أن أحد قبل هذا التحدي أو جاء بما تحداه القرآن أن يأتي بمثله يقول المؤلف في كلام يتعلق بهذا يقول ومن عنده إلمام قليل بتاريخ العرب وأدى بلغتهم يدرك العوامل السابقة لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم التي رقت بلغة العرب وهدبت لسانها وجمعت خير ما في لهجاتها من أسواق الأدب والمفاخرة بالشعل والنثر حتى انتهى مصب جداول الفصاحة وإدارة الكلام بالبيان في لغة قريش التي نزل بها القرآن وما كان عليه العرب من صرف يعلو بأحدهم على أبناء عمومته أنفا وكبرا مضرب مثل في التاريخ يعني العرب تميزوا بلغة عالية جدا حتى إن ذروة اللغة وبلوغها الغاية في الفصاحة والبلاغة كان في زمان نزول القرآن فكانوا يتبارون في هذه القضية وفي قضية الأدب والشعر والفصاحة وهم أيضا العرب أهل أنفة يعني الواحد منهم لا يقبل بالدون ولا يرضى أن يتحداه أحد فيستسلب لهذا التحدي ومع ذلك يقول المؤلف مضرب مثلا في التاريخ الذي سجل لهم أياما نسبت إليهم لما أحدثوه فيها من معارك وحروب طاحنة أشعلها شرر من الكبرياء والأنفة ومثل هؤلاء مع توفل دواع اللسان وقوة البيان التي يوقدها حماس القبيل ويؤججها أتون الحمية لو تسنى لهم معارضة القرآن الكريم لأثر هذا عنهم وتطاير خبره في الأجيال فالقوم قد تصفحوا آيات الكتاب وقلبوها على وجوه على وجوه ما نبغ فيه من شعر ونثر فلم يجدوا مسلكا لمحاكاته أو منفذا لمعارضته بل جرى على ألسنتهم الحق الذي أخرسهم عفو الخاطر عندما زلزلت آيات القرآن الكريم قلوبهم كما أثر ذلك عن الوليد بن المغيرة وعندما عجزت حيلتهم ولم يستطيعوا رموه بقول باهت فقالوا سحر يؤثر أو قالوا عن محمد عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر مجنون أو قالوا ما أتى به هو أساطير الأولين وإنما هي فالكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أم يقولون افتره بل هو شاعر فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين لم يكن لهم بد أمام العجز والمكابرة إلا أن يعرضوا رقابهم للسيوف وكأن اليأس القاتل ينقل بنيه من نظرتهم للحياة الطويلة والعمر المديد إلى ساعة الاحتضار فيستسلمون للموت الزؤام وبهذا ثبت إعجاز القرآن بلا مراء كان بإمكانهم لو كان عندهم قدرة أن يعارضوا وينتهي الأمر ويظهر كذب وحشاه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقول ولكنهم عجزوا عن ذلك وعرضوا أنفسهم للقتل والتكذيب والحرب بينهم وبينه لأجل أن يلجوا إلى وسيلة أخرى لمعارضة عليه الصلاة والسلام أما القرآن فكان بإمكانهم لو كانوا يقدرون أن يعارضوا ولكنهم لا يستطيعون بل إن سماعة كما يقول المؤلف كان حجة ملزمة لهم كما قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسبع كلام الله ثم أبلغه مأمنا فمجرد سماعهم لكلام الله حجة ملزمة تقوم عليهم وأن ما تضمنه هذا القرآن حق فمن استمع إلى هذا القرآن ولم يؤمن به فقد قامت عليه الحجة وبلغه الحق ثم قال وكان ما يحتويه من نواحي الإعجاز يفوق كل معجزة كونية سابقة ويغلي عنها جميعا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ثم قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتابة يتلى عليهم ثم قال المؤلف وعجز العرب عن معارضة القرآن مع توفل الدواعي عجز للغة العربية في غيعان شبابها وعنفوان قوتها والإعجاز لسائل الأمم على مر العصور ولا يزال في موقف تحدي شامخ الأنف فأسرار الكون التي يكشف عنها العلم الحديث ما هي إلا مظاهر للحقائق وما هي إلا مظاهر للحقائق العليا التي ينطوي عليها سر هذا الوجود في خالقه ومدبره وما أجمله القرآن أو أشار إليه فصار القرآن بهذا معجز للإنسانية كافة وطبعا إذا أعجز العرب الذين هم أعلى الناس فصاحة وأكملهم في علم اللغة فلا شك أن من بعدهم من باب أو لا وقد قال الله تعالى في إحدى آيات التحدي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا تأتوا بمثله أو بصورة مثله ولن تفعلوا في المستقبل وهذا خبر من الله يدل على إعجاز أيضا هذا القرآن وصدقه وأنه آية عظيمة لا يمكن أن يأتي أحد بمثلها فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ولن يكون ذلك إلا بالإيمان به والخضوع لما جاء فيه والاستسلام أمام هذا التحدي لأن هذا هو شأن العاقل إذا ثبت له صدق ما دعي إليه فإنه يخضع ويستسلم للأمر الواقع ويطيع ويستجيب فهو خير له لو كان عنده عقل وفهم ولكن الكبر والأنفة وعدم التوفيق قبل ذلك يحول بين هؤلاء وبين الإيمان فعرضوا أنفسهم للقتل والموت على الكفر والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا ممن يؤمن بهذا القرآن ويتبعه ويعظمه ويشرف به لأن هذا القرآن ذكر وشرف لأهله ولمن عمل به نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسائل المتعلقة بتعليف الإعجاز وإثباته نكمل ما يتعلق بالإعجاز من أنواعه ووجوهه في رقاءات أخرى والله عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر